كاملين مع حضراتكم وكمان امبارح سيد الرئيس استقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ويليام بيرنز وده بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير جوهانسون كوهن السفير الامريكي باق القاهرة وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ان الولايات المتحدة حريصة على انه يكون فيه تنصيق مستمر مع مصر في كل القضايا المتعلقة بتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط وشرق المتوسط والقارة الافريقية وخلال هذا الاجتماع تم بحث تعزيز التعاون الامني والاستخبارات بين البلدين وكمان مستجدات القضايا الفلسطينية وملف سد النهضة وايضا الازمة في ليبيا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك السفير جونسان كوهان السفير الامريكي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس رحب بالمسؤول الامريكي وطلب منه نقل تحياته الى رئيس جو بايدن مؤكدا سيادته الاهمية التي توليها مصر لتدعم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الامني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الارهاب والتطرف من جانبه نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية الى السيد الرئيس تحيات الرئيس الامريكي معربان عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وعلاقات وثيقة ومؤكدا حرص الولايات المتحدة على تنصيق المستمر مع مصر ازاء التحديات المختلفة لسيما في ضوء تطورات الاوضاع بمنطقتين الشرق الاوسط وشرق المتوسط والقارة الافريقية مسمنا في هذا الاطار قيادة السيد الرئيس لجهود تدعيم الامن والاستقرار اقليميا الامر الذي رسخ من دور مصر كمحور تزان للامن الاقليمي بأسره اللقاء شهد التباحس حول سبل تعزيز التعاون الامني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلاة كما تطرق اللقاء الى تبادل وجهة النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط الى جانب تطورات الاوضاع في افغانستان فضلا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة وكذا الازمة في ليبيا